شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن انعقاد مؤتمر لاستثمار المصري الأوروبي يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار السنوات العشرين الماضية وأكد الرئيس السيسي حرص الدولة على موصلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة المقبلة إن انعقاد هذا المؤتمر اليوم يمثل رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري والإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية وتحرص الدولة على موصلة تنفيذها خلال الفترة المقبلة وبما يعكس نجاح تلك الخطوات ويؤكد قدرة وإرادة مصر على تخطي التحديات الاقتصادية والمضي قدما نحو تنفيذ خطة التنمية الشاملة السادة الحضور ديوفة مصر الكرام أرحب بكم مجدداً وأتطلع الأمتاشهد مؤتمراً ناجحاً ومسمراً نحقق نتائج ملموسة وقابلة للتنفيذ تعزز من التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وتسهم في زيادة مستويات تدفق الاستثمارات الأوروبية للسوق المصري بما يحقق الرفاهية والأمن والاستقرار لشعوبنا ودولنا